سؤال آخر من سائل كريم يقول أن فيه أبليكيشن من نزله عن طريق النت لكي نبيع من خلاله المنتجات بالتقصيد على 12 شهر أو أكثر بدون فوائد لكن بمصاريف إدارية تكون بنسبة من 2 إلى 5% إلى المحل وحانا على 24 شهر إيه الحكم هذه المعاملة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورة مؤتمره السادس في جدة قرارا حول البيع بالتقصيد جاء فيه أولا تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال طبعا كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وثمنه بالأقصاط لمدد معلومة ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن محدد فهو غير جائد شرعا لأن العلم بالثمن شرط في صحة البيع لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقدة على فوائد التقصيد مفصولة عن الثمن الحال بجوز شابعك هذه السيارة بعشرة ألاف دولار وبفائدة عشر في المئة لا أنت احسب ربحك وأضفه إلى رأس المال ليكون ربحا لك وقل مجموع الثمن كذا مقصص على كذا وكذا من الأشهر سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أما ربطها بالفائدة السعيدة المشكلة في هذا العقد المذكور المصرفات الإدارية المصرفات الإدارية ليست حراما وليست خطأا فهي مقابل خدمة لكن لها قاعدة المستقر فقها أن المصرفات الإدارية إذا كان في الأمر قرض لا تكون نسبة من رأس المال بل تكون مبلغا قرض أو دين لا تكون نسبة من رأس المال بل تكون مبلغا مقطوعا وإلا كانت دبا مستترا الحل إذا أمكن التفاهم مع الشركة لإضافة هذه النسبة إلى أصل الثمن وعدم النص عليها منفصلة عن الثمن فقد اجتملت المشروعية يا جزاك الله خيرا